طيب في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم مع بعض ميزة مهمة جدا 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 لكل مستخدمين هواتف سامسونج وهواتف الاندرويد بشكل عام من اي شركة تانية وهو ازاي تقدر تحجب الاعلانات على الموبايل بتاعك من اي تطبيق موجود عندك على الجهاز يعني مسلا خنينا دلوقتي نخش على تطبيق بيدعم الاعلانات مسلا وليكن التطبيق ده زي ما احنا شايفين دلوقتي التطبيق فتح معنا وظهر لنا الاعلان اول ما فتح التطبيق هنيجي نخرج من الاعلان دلوقتي وهنقلف في التطبيق مع بعض وليكن مسلا نقلف في التطبيق بالشكل ده هتلاقي دلوقتي ان هو بيظهر لك اعلان تاني لو جيت خرجت بره ودخلت مسلا على حاجة تانية زي ما احنا شايفين كده زي ما انتو شايفين كده ظهر اعلان تاني وهيفضل يظهر لك اعلانات كده جدا وليكن ده مسلا الاعلان التالت فعشان نقدر نلغي الاعلانات دي خالص من اي تطبيق موجود عندنا على الجهاز بنعمل حركة بسيطة جدا وهي اننا بنيجي كده على الاعدادات مع بعض وبعد كده بنيجي هنا على الاتصالات وبعد كده بنختار المزيد من ضبط الاتصال وبعد كده بنيجي هنا على dns الخاص وبتلاقي عندك هنا تلات خيارات هتلاقي دايما موجود عندك على تلقائي او غير مفاعل انت هتخليه هنا على اسم مضيف مزود ال dns الخاص وهتضغط عليه بالشكل ده هتلاقي عندك هنا الخيار بتاع الخانة دي فاضية هتلاقي سايب لك الكلمة دي او الكود ده موجود تحت في اول موجود في التعليقات وفي شريط الوصف هتكتب الجملة دي وبعد كده تضغط هنا على كلمة حفظ لما نيجي نخرج برة بالشكل ده وتيجي تخش هنا على التطبيق تاني كمان مرة قلب في التطبيق بقى براحتك ومش هيظهر لك اي اعلان نهائيا زي ما احنا شايفين بالشكل ده وتضغط هنا على اي حاجة موجودة في التطبيق زي ما احنا شايفين عمرو ما هيظهر لك اي اعلان تاني على التطبيق ولا اي تطبيق موجود عندك على الجهاز الاول كنت تضغط على التطبيق او تقلب فيه بس تلات مرات او اربع مرات تلاقي يظهر لك اعلانات كتيرة جدا لكن دلوقتي ممكن تقلب في التطبيق براحتك ومش هيظهر لك اي اعلان نهائيا فالميزة دي مهمة جدا لكل مستخدمين هواتف الاندرويد زي ما قلنا عشان تقدر تفعلها تيجي هنا على الضبط وبعد كده بتخش على الاتصالات وبعد كده وبتكتب الجملة دي وبعد كده بتضغط على كلمة حفظ وبكده بتكون لغية الاعلانات من كل التطبيقات اللي موجودة عندك على الجهاز فبس ده كان كل حاجة النهاردة موجودة معنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وهتلاقي الانستجرام وفيسبوك ومكتوبين تحت في الديسكريبشن لو حد عايز تواصل معكم بشكل اكبر وشوفكم في فيديو جديد وسلام.